بسم الله الرحمن الرحيم ويستعيني نكمل دلوقتي مع بعض تكملة دروس تعليم فيديو البرنامج واتو ديسكو روبوت استركشور اناليسيس الدرس بتاعنا النهاردة وهو درس عن الاستيرس او السلالم هنشوف الدرس بتاعنا هنبدأ ازاي اول حاجة ده شكل السلم اللي عندنا شكل السلم عندنا مكون من سلاب طيب مرتكز على كامرات القامرات دي مرتكزة على اعمدة هنشوف ازاي بنقدر نمثل السلم بتاعنا ده وازاي بنقدر نحل الاحمال بتاعته طبعا ازاي احنا شايفين هنا هو سلاب طيب مرتكزة على الاعمدة طب الحمل ده بتنقل عن طريق ايه? عن طريق طبعا الانرشة بمعنى ان القامرات دي الانرشة بتاعتها اكبر فبالتالي الحمل بيروح ناحية الانرشة الكبيرة وبالتالي بيتنقل من الكاميرا الى العمود هنشوف الخطوة الاولى عندنا وهي خطوة الاكسيز هنفتح بيرنامج ربط هنختار منه فايل نيو ميدل وهنختار شيل هندخل على الاكسيز ديفينيشن وهنعرف المحاور اللي عندي فعندي محور اكس عندي سفر نزلت وواحد واثنين وانتر واثنين وسبعة طبعا اثنين وسبعة دي بارعا ايه? اثنين وسبعة ده عرض القلبة زائد واحد ونص او واحد واثنين من عشرة تمام? واحد واثنين من عشرة زائد اثنين وي سبعة يسوي ده هيسوي تلاتة وتسعة من عشر يعني انزلت التانية هتبقى تلاتة وتسعة من عشرة وانزلت بعد كده هتبقى خمسة وواحد من عشرة وانزلت نخش على الغي اول احداثة عندنا بسفر انزلت بعد كده واحد واثنين من عشرة وانزلت بعد كده واحد وتمانية واحد وتمانية بعد كده تلاتة خش على الزد هيبقى عندي احداثي عند السفر والواحد ونص وتلاتة وانزلت وابلاي تلاتة تلاتة وانزلت وانزلت المحاور عشان اقدر انافز السلم وده اول خطو اشتركوا في القناة